بالفازلين و زيت الأطفال جونسن لأطفال أختي تخلص اليمن شي حاجة اسمي السواد شي حاجة اسمي التسبوغات لك حوليه اللي عندك اختلوجيه ديال كله مبرق عليك كله عمر لك حبوب ما فيه ميت شاف كما كان قوله فاليوم أختي تبيضي بلس أنا كي غطرت بحت الجسم ديالك وأي بارتي أنتي معزيز عليك بغيت تبيضيها وتزولوا منها الزرقية في حال منطقة تحت الإبطين وبيل الفخدين والكوعين والمرفقين فاليوم أختي جبلك أحسن وصفة الليaga ترحمي لي بها الولدية اللي هي وصفة زيت جونسن بيب الأطفال والفازلين اللي كيرتبه و كيعالجوا البقع كيعالجوا السواد كيعالجوا لحبوب كيعالجوا ل DIDاشموم كيعالجوا جميع المشاكلة للمشاكلها للبنات ومهندو أول استخدام للبنات يعني منذ أول استعمال و من أول استخدام لكم هذه الوصفة غادي تزولو هد شي كاملو اسفل يمكنه بوصفة زيت جونسن بيبي للاطفالwi والفازلين وتقول لنا في تعليقات كيف اشجازكم ومطبيعة الحال قبل كل شي وأهم حاجة لابنة هو تشجيعكم بلايك ديالكم فأي وحدة كنت شوفيا نبغي نقول لا تهبط لتحت وتكبس كبسة اللايك ولا تضغط على زر اللايك لأنه ما غيرت خسريتها شي حاجة ولكن غيرتكوني شجعتيني وزدي أفونسيتي بيا القدام الناسي مازاني ما مشتركين شنو كنت سنة وشتركوا حبيباتي وغزالتي في القناة لأنه دائما كي الجديد وفعلوا زر الجرس باش هكدا ايا فيديو زلتوا يبقى يوصلكم إن شاء الله الجديد ومرحبا بكم طبيعة الحال ويلا ومعنا باش نتعرفوا على مقادة الوصفات لقدية التحدى لإستخدام والاستعمال ممكن ما قلنا زي جونسون بيبي الأطفال هو هذا بشوال بناتززز كيفاش دير كيجي الحجم الصغور له اللي فيه ميات أعمال وكين الكبير اللي فيه ثلثمية وكين حتى ما كبر منه فيه خمسمية فكين اللون الغوز وكين اللون الخضر وكين اللون صفر وكين اللون الموف كين نشيط أربعة دي اللوينات كل اللون كيختلف على اللون من ناحية الريحة يعني لش مميتي الخضر غتلقى فيه رحة مختلفة على الغوز والغوز غتلقى فيه رحة مختلفة على الموف وهكدا ويمزي جونسون بيبي الأطفال كما كان عرفوا عليك برنابي الحمد لله كنستخدموه منحنا كنادي بيبي صغار كنستخدموه لترطيب علاج البقاع علاج الزواد وكذلك حتى الفازلينة ترطيبها عميق وزوينة والمنافع دي اللي مشاء الله لا تعد ولا تحسن فهذه المقادر غادي نحتاجون في هذه الغوزة وفاش كيتخلطوه رمانعولش لكم على الترطيب كيفاش دير وعلى علاج التسبوغات والسواد في نمكة إن شاء الله وداعا إن شاء الله الفون دوتان يعني بزفت البنات كديروا الفون دوتان باش كيدررقوا مثلا للعيب ولا باش يدرقوا شي حبوبة ولا باش يدرقوا شي سيكاتريس ولا شي نمشو كلاف كما قلنا لبنات الفازلين عفوا زي الأطفال جونسون انا شرحت لكم بالنسبة لتمن ديالورك يبقى جيد مناسب دابان دزول الفازلين الفازلين هنا عندي تسعوديا في الحجم الكبير اللي هو هذا كدير 30 درام مع العيلي المراسق هذا لي سبارك الله لأني كنت ستخطمه بشكل كبير وكيدر الحجم الصغير كيدر 15 درام هادوش الأنواع ديال الأحجام سواء الكبير ولا الصغير مزيانين كينا في البقف في مغياد ملي الماكياج محلة تجارية في ممشي تيك تلقي هاد نوعية ديال الفازلين فالمهم يخد اي نوعية ديال الفازلين كما بغيتي اي نوعية بغيتي من طبيعة الحال وغادي نحتاجو كذلك الفازلين العادي فممكن تخدمي بهذا هذا البنات تهوره زوين هذا فازلين عادي هذا البنات ديال ديال أرقان هذا التهوز قادة اليدوز 5 درام زويني الناس اللي قد قل ليه وش بجربتي يوم وش عجبوك وش أهل البنات زربتهم عجبوني صراحة غزالين بالنسبة النتيجة كين هذا بتفاح الغلاقة دياله خضره هذا بتفاح وكذلك كين هذا بالورد شوال البنات هذا بالورد هذا هو زويد فان مو يمكنين بزاف ديال انواع ديالي فازلين كين بالورد كين بالتفاح كين بالمو يمكنين بزاف النكهات فاكي بقى عندكم الاختيار شوفونتو ما شنو غادي نسبكم شوفونتو ما الحاجة اللي غا تنهل الردد ديالكم ويمانا هنا ان شاء الله ندير معاكم هادة الورد 5 درام كين بالنسبة لانو بزاف البنات يقولوني وش زوين لا بيقول لكم جربوا هره زوين وكيرطب بعمق الجسم كذلك الابنات سنحتاجوا ان شاء الله كمية ديال الحليب فاودر عندي هنا لبنات نيدو حليب مجفف كامل دسم غادي تحتاجوا معايا كذلك ان شاء الله فادلو غوست ديالياليومه الى كمية من الحمص هاو هنا يا الحمص عندي متحون ويجد في المقرعة وغن بريكم الحمص كيفاش ديل فانا ن vulnerافي نوعيات الحمص اللي أخدم بها نوعيات الحمص اللي كنخدم به فهو هدا حمص اللي كي يجي اه حبوبها هوايا هاد نوعيات المازكت كون ناشفة ومني كتتطحنيها وكتتحقها كده كتبلي بوذن فا 컨لحة معزيانة منيلة هذه الدراء الحمص aggress لكن كي تطحن خضر وكي تبعد والذرع فاعدها نضيف حريرة حمضة و مع الكوريم تستخدم منه كمية تكون طحونة و تستخدمها في هذا الغسل نحتاج الى الطين البيض يتبع الى 5 درام عند العطار البيض هو هذا و الحمر هو هذا و كنت الخضر بحلل الحنة يتبع الى 5 درام طبيعة الحال بحلل الحمر و ماء الحمر بحلل البيض والخضر يتوسم على البشرة الدهنية يتوسم على الحمر و كما قالوا حان البيض يت tunes ماء الحمر حليب غبرة زيت الاطفال والفازلين ونحتاجه قرعة المورد المورد هو هذا البناد زوين بزاف كزول الحساسية لاساغل الهيلات السوداء انتفاخ العين مهمئية مشكلة عندك صراحة نصحك بالماء وعنده بزاف المتيازات وبزاف المنافق وهذا هم كل المقادر وبسم الله على بركة الله نزول طريقة التحضير اول شيء سوف نضيف طيل البيض سوف نضيفه كامل تقريبا جوج معه كبار بالنسبة للطيلة يتبع 5 درام يمكن ان اخذ 3 درام عطار و اخر يتبع في فاغماسي فاغماسي 50 درام 70 درام تقريبا يمتح غسل بقريبا لقد اخذت كل ماركة و لا يمكن ان تخدمها و لا يمكن ان اخذتك اضافة مستوى من المكوكل تبعوا معي خطوة دي للوصفة ان شاء الله باش نجحها كده مع الجامع بإذن الله تعالى من بعد غاد ينضيفوا الحليب غبرة مالقة نضيفوا الحليب باودر ونضيفوا 2 بيض نضيفوا كمية الحمص أختي مكوية الخمص وهو الفقصر التخلص من الحمص والفقه المترجم هو محابة ممتاز التخلص من الهم فتصف جدا نضيفه محبطة فتصف جدا النحي نتعلم طصل المعرقة و نفاتيها منذ اول استخدام سكرايبا مع القنص الحمص وتضع التجاعد سواء تكون حتى في سن تسعين فكي تشبد لك الوجه من دقائق الأولى الحمصر معروف دي ما كنس حبيه لبنات اللي في سن الخمسين سستين يعني النساء بسفة عامة سواء اللي عندهم تجاعد في سن الشباب ولا في تجاعد اللي كتكون في سن العادية ففي كل ترحلتين نخسي خصيك تجربة الوصفة وتقولي نفس تعليقات كيف جاتك المهم مهم حبيبياتي الوصفة هده وشكل ديالها زوين 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 كتحمق ما شاء الله الغوزلة ديالك كتهبل فمن بعد ما كتكوني خلطي جميع هاد المقادر هادو ما عليك دابا إلا مني جمع لغوزة ديالك في حلقة تاخدي الكمية ديال الفازلين وزيت الأطفال وتوضعها في هذه الوصفة بالنسبة للفازلين وزيت الأطفال كنخليه كآخر خطوة فانيا نخد معلقة ديالك زيت الأطفال جونسن ودفتها نغي معلقة سعرة مادرا دايالك نصبع وزيت الأطفال ومن ثم نقوم بضيت المعلقة وضفت معلقة الزيت الأطفال نضيف معلقة الفازلين نجمع الوصفة والصحة والرحة ترطيب و تبيض و توحيد سوف نطبق معكم الوصفة و شكل كيف يدير ما شاء الله على القوام بسم الله اضع تقريبا و تليه اضع تقريبا مبين 21-20 دقائق و ثم تغسلها بصحة والراحة يمكن أن يكون لديها هذه هي النتيجة نتركه في البداية على فيديو الوصفة ترطيب عميق فيها رائحة زوينة و مونعشة و ذكية الجسم فيها تبيض وترطيب و فيها كدريك احتى توحيد اللون وعلاج جميع تسبوغات و جميع المشاكل الموجودة من رأسك اختي حتى الرجل و هذه الوصفة لبناتلي كنت ديما كان بيشاركة معكم يا وصفة البازلين و زي الأطفال جونسون بيبي اجربوا احببتي وقوموا في تعليقات كيف يجلسكم اتلقى معكم في فيديوهات مقفلة السلام عليكم